السلام عليكم ورحمة الله حلقة جديدة سوف نتحدث فيها عن تطبيق رائع تحدث عن شيء تضغط مرتين يأتيك تطبيق تقوم باختياري أنت أو تضغط مرتين في الأعلى على زرار رفع الصوت تقوم بتفعيل فلاش أو أشياء كثيرة سوف نتحدث فيها عن تطبيق اليوم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله متابعة قناة مستر نورو المعلومية تساعد أنا تواجد معكم في طرح حلقة جميلة كما لاحظت في بداية الحلقة عن تطبيق سوف يعطيك مهام تقوم باختيارها أنت وتضع على زرار رفع الصوت وخفض الصوت لتساعدك في مهام كثيرة أولا قبل بداية في الشرح لو كانت لك أول مشاهدة لقناة مستر نورو المعلومية لا تنسى الاشتراك بها تفعل مع خاصة تجار السرامة ليسلك كل ما هو الجديد تشيثين جميع رفع التطبيقات التي يتحدث عنها تقوم أيضا تحميلها أسفل هذا الفيديو من موقعي مستر نورو للمعلومية كما أخبرتكم تطبيق بسيط فقط تقوم بتحميله بضغطة زر واحدة يأتيك بهذا الشكل هو يأتيك باللغة التي تكون موجودة على الهاتف أو اللغة الإنجليزية أنت مباشرة تضغط على هذه النقاط تذهب إلى اللغة وتختار اللغة التي تريدها يحتوي على جميع اللغات أو أي لغة تريدها تستطيع التعديل عليها من هنا فقط تضغط عليه من هنا ومن ثم اللغة وتختار اللغة التي تساعدك بعدها مباشرة من اختيار اللغة سوف تجد بعض الأمور التي تكون عليه زر البيكس بي لو كان هاتفك من ناوة سامسونج يحتوي على زر البيكس بي ورفع الصوت خفض الصوت وزر سماعة الرأس وإضافة أزرار إذا تريد ذلك أنت أمر الذي يهمك كثيرا هو زر رفع الصوت وخفض الصوت حيث منه تضغط عليه ثغطة واحدة هكذا تقوم بتفعيله من هنا لأنه يكون غير مفاعل تحولها إلى تعديل فادع مباشرة تختار الشكل الذي يكون عليه نقرة واحدة لأنصحك بها لأنك تستعمل ذلك الزر لرفع الصوت وخفضه تضغط عليها وتضعها على الأقل نقرتين مع بعض يعني إذا وضعتها نقرتين مع بعض سوف تساعدك أكثر يعني النقرة واحدة تركها مثل ما هي تنزل إلى النقرتين المتتاليتين على وضع فلاش وإن تضغط عليها من هنا هكذا سوف يعطيك مهام أخرى انظر معي جيدا في الخيار الذي يكون هنا مكتوب التطبيقات تختار أي تطبيق تضغط عليها من هنا يعطيك الأمور التي تستطيع تحكم فيها العمليات والاختصارات والتطبيقات وحتى السيستام مثلا نضغط على العمليات يعطيك هنا الرجوع للخلف وإقاف للشاشة تشغيل المسباح أشياء كثيرة مثلا نريد أن نستعمل المسباح نضغط على المسباح انظر معي جيدا الآن أصبح هذا الزر يعمل على المسباح ما ينتعود إلى الخلف رفع الصوت مرتين مباشرة سوف تلاحظ أنه يعمل على المسباح هكذا يقوم بتشغيل المسباح مرتين يقوم بإيقاف المسباح هذا بالنسبة للعرف على الصوت مثلا نحن نجرب خفظ الصوت خفظ الصوت نقر متتاليتين ومبرمعي جيدا يعطي لي تطبيق أنا قمت باختيار تطبيق عليه نأتي إلى العمليات تطبيقات ونختار أي تطبيق يكون على هاتفي يوجد أمر ثاني رائع تستطيع أن تستعمل هو الاختصارات مثلا من هذه الاختصارات يجد مجموعة من التطبيقات وأيضا تستطيع أن تختار يعني رقم هاتف أو تتصل به مباشرة من هنا Direct Die كما تلاحظ هنا Direct Message أو Direct Dial تضغط عليها يعطيك الكونتاكت الخاصة بهاتفك تختار رقم الذي تريد أن تستعمله مباشرة مع أن تضغط عليه هكذا تختار ذلك الرقم تضغط مرتين هنا في الأسفل مباشرة سوف يحول هاتفك إلى جهة الاتصال مباشرة كما لاحظت معنا هكذا تستطيع أن تقوم باستعمال مكالمة مباشرة في هذا الأمر بدون دخول إلى جهة الاتصال اختيار الرقم واستعماله لاتصال بذلك الشخص نفس الشيء بالنسبة لزر سماعة الرأس أما بالنسبة لزر بيكس بي تحتاج إلى الجهاز كومبيوتور التي تثبيت على هي التطبيق للتعديل عليه مباشرة سوف يحول هذا جهاز بيكس بي لتستعمله إلى أيضا مهام تحتاجها إن لم تريد أن تتعمل جهاز بيكس بي الخاص بك يعطيك هنا السماعة تكون كلها على الشكل يعني بصيغة المدفوعة أنت لا يهمك الأمر الذي تحتاجه هو التطبيق الذي تحدثنا عليه الآن كما لاحظت والمهام الذي تستطيع التعديل عليها كما أخبرتكم هو التطبيق بسيط رأي أتمنى منكم أن تقوموا بتجربته لو نالي عجبكم لا تنسوا نشرحة تتعمل فائدة وكم أخبركم دائما لو كانت لك ومشاهدين القناة مستنون المعلومات لا تنسى الاشتراك بها تفعل مع خاصية الجرس الرامدي ليصلك كل ما هو جديد لو طلع عليكم أكثر من هذا استودعكم في الله الذي لا تضيل وداياه وسوف نلتقي بحلقات قادمة إن شاء الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتم من الظالمين مع السلامة ترجمة نانسي قنقر